تفجّر المأب تفجّر المأب لأنه المكتب عды بهاي خريطة أي 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 تفجّر أي أي انا خريطة بعد هذه الحادثة chuصي لي嗯mm hafon راسه من رجلي ان شو صار بالمأب لحد هلا لا Th circles 관심 في شو صار بالمأب ومن اسم تغييرات أتفج archae Hogan أو منطقة loot lake و 앞에 يacam من销最 Dam اللي كان فيه نقطة الزيرو بوينت حالياً طلع منه نقطة الزيرو بوينت هي هي ونفس الطاقة اللي كانت بالشابتر الاول هلا حالياً معنا بالشابتر 2 فقلاكتوس كان عم يحاول ياخد الزيرو بوينت وما حداً بيعرف شو صار تغييرات بالماب ولكن بعد هار الحدث متل ما قلت لكم نزلت شركة تأمينات نوسويت اللي زارة امامكم على تويتر وعادي سكورت قالت انه التأمينات ما حتدر تغطي التكاليف اللي صارت بالنسبة للماب معناتك صار فيه دمار خرافي جداً بالنسبة للماب لو حيحكي لكم شو موضوع ستيف وليش طلع معنا بهذا الحدث لقطة صغيرة بالنسبة لستيف وكل شي صار بالنسبة لهذا الحدث وشو رح يكون معنا السيزون 5 وهم شي معنا انت رح تقدر تلعب اول جيم بالنسبة للسيزون 5 والتحديثات بالنسبة لبلاد العربية وانت رح تفتح السيرفرات وتنزل التحديثات فقدم بالأتم شبني متسع لزارة امامكم يعني تدعموني فيه لما تشتروا البطلباس الخاص بالسيزون 5 وطبعاً لحيكون فيه جيفاوي لأربع اشخاص الخاص بالبطلباس السيزون 5 بسحب تحديات لأسبوع الاول متل كل مرة بيكون فيه سحب تحديات لأسبوع اول متل ما بعمل كل مرة عندي بالقناة ففعل زر الجرس واشترك بالقناة ليوصلك كل جديد وتأكد نك تشارك بالجيفاوي ويلا مع بعض فعله والله بس كانت طابل ارضية وفيديو جديد بالنسبة لحدث يا شباب اللي صار معنا حالياً بالنسبة للحدث الحدث يا شباب كان خرافي جداً مبدعياً بالنسبة كأفكت وكمؤسرات وشو صار بالماب الحدث خرافي جداً وانقذونا فعلاً تبعات مارفل وايرومان وثور والشخصيات واهم شي كان معنا وولفرين وايرومان وثور هن اللي انقذونا بالنسبة لغلاوتوس طيب شو صار بهذا الحدث بالنسبة لهذا الحدث يا شباب ما صار اي شي بالنسبة لتغييرات الماب اللي اللي احنا شفناها طبعاً الماب تغيرت بشكل كبير وصار شغلات خرافية جداً ولكن قبل ما نحكي بالنسبة لهذا الحدث وشو انا لاحظت فيه وبعض الاشياء الخفيفة اللي ما هنقدر سربها كل اياتها طبعاً همشي بالنسبة للسيزون فايف متل ما شفته العداد اللي ظاهر امامكم بعد ما انتهى الحدث معنا يا شباب طلع معنا عداد اللي هو بسبع ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة بالضبط يعني الحدث تقريبياً اخذ معنا عشرين دقيقة او واحد وعشرين دقيقة لحتى خلص بالنسبة لهذا الحدث اللي ظاهر امامكم ان شاء الله الساعة 7 توقيت مصر والساعة 8 توقيت السعودية والساعة 6 توقيت المغرب وجزائر وتونس لحينزل معنا التحديث الخاص بالسيزون فايف ولكن ما هتقدر تلعب اللعبة بهذا الوقت لانه لحينزل معنا السيرفرات او لح تفتح معنا السيرفرات الساعة 10 توقيت مصر والساعة 12 توقيت السعودية والساعة 10 ان شاء الله لحيفتحوا معنا السيرفرات بالنسبة للمغرب وجزائر وتونس هاي هي بالنسبة لسيزون 5 انت لح يتلدي طيب شو لاحظنا بهذا الحدث يا شباب لاحظنا الشغلات كتير متل مزارع امامكن انا وعم بحكي الخاص بتتجيل الحدث طبعا اول شي كنا عم نحضر الحدث من سفينة مارفل متل مزارع امامكن وطلع معنا غلاكتوس صار يقول لك اني انا جوعان ودمر كل السفينة وليحنا طرنا وبعدا مننا غلاكتوس مباشرة سحب نقطة الزيرو بونت او طاقة الخريطة اللي هي مخلية خريطة او جزيرة فورتنات او كوكب فورتنات متل ما بيسموه باللعبة قائم معنا وعايش يعني لحد هاي اللاصل طبعا هاي الزيرو بوينت بعد ما انسحبت يا شباب ايرومان طلع بقال انه الليحنا ما حنقدر نخليه ياخد الزيرو بوينت ولحنحاول نوقفه وفعليا ايرومان وقفه وما قدر ياخد الزيرو بوينت بعد ما سحبه من منطقة الزيرو تي بالضبط مثل مزارع امامكن هيك الليحنا نسحبت معنا الزيرو بوينت ولو تدمرت الزيرو بوينت كانت مبتهت فورتنات خالص بعدا منا انتأنى لعالم تاني اللي هو عالم الريفت او هو عالم الفراشات اللي بتتذكره من الشابتر الاول وطلع معنا جلاكتوس وصلنا نسوق باسات ونحاول ندمره وهيك طبعا هدا الموضوع انا ما هنحكي عنه زيادة طيب شو لاحظنا نحنا وشو صار معنا لاحظنا انه نحنا انتأنى لعالم كله كواكب اولى الفضاء بشكل عام وظهر معنا الكوكب الخاص بتوفيس كوت علي زاهر امامكم كل الناس اللي تمحت على هذا الشي اكتر شي وصارت تحكي انه ليش رجاء معنا الكوكب تبعه هذا الشي يا شباب عبارة عن انه رجع معنا هذا الكوكب مجرد انه افكت ما اكتر من هيك وصلنا نشوف العوالم الخاصة في فورتنات كل هاته اللي صارت معنا حاولنا ننوقف الجلاكتوس وفعلا نقدرنا نوقف جلاكتوس ولكن الجلاكتوس ما مات يا شباب الجلاكتوس دخل على الريفت ولح يرجع مرة تانية وأنا متأكد من هذا الكلام لأنه قلاكتوس بعد ما نحنا دمرناه وسحبهوه كل الباصات وبلاعهن هو تفجر بهاي اللحظة عن طريق كور القامة اللي ظهره أمامكن اللي هنه هدول خضر اللي كانوا داخل الباص ولكن قلاكتوس مثل مزهر أمامكن دخل بريفت ما مات يعني قلاكتوس لح يرجع يا هو يا فيزدور لأنه دخل على ريفت ودخل على عالم تاني أو رجعه على عالمه لكن لح يرجع قلاكتوس طيب شركة ايبك جيمز شو صارت تنزل بالنسبة على السوشال ميديا وشو صار معنا بالنسبة للعبة فورتنات طبعا بعدا مننا نزلت فورتنات شوية تلميحات بالنسبة للسيزون الجديد اللي هي عبارة عن أمر صناعي متل مزاهر أمامكن هاد الطبع نزلوه أو نزلوه عنده فيديو وصار يطلع شخص يحكي فيه هاد الشخص اللي صار يحكي فيه يا شباب من شركة ايبك جيمز وفورتنات وصفحات الرسمية هاد الصوت يا شباب الخاص بستيف اللي طلع معنا بحدث زا ديفايز أو حدث الجهاز الخاص بمايديس وصار يحكي بالمكتب وهذا اللي زائر أمامكم طبعا بعدا مننا ستيف بعد ما صحي هو كان عمسها على أصوات التدميرات أصوات التدمير هادا مو حلم أو شي هون بعدا مننا ما صار الحدث وتخربت الماب هاي الحكومة الخاصة بستيف أو شركة فورتنات بشكل عام صحي من النوم أو صحي من الغيبوبة اللي كان فيها وشاف انه كان فيه دمار وأصوات دمارو هالقصصي هاد الشي ما هنقدر أكمل أكتر من هاي أنا عم بشرح لكون الحدث هيك بشكل بسيط ولكن بعدا مننا أهلا لحور جيكم المقاطع اللي طلعت معنا ونزلتها شركة فورتنات كاملة على صفحات رسمية وارجع لكم سجل الواقع الف وتسعمائة وسبعة وثمانين لماذا تمتلع كل غابة بالثعابين السامة والحيوانات المفترسة الغريبة لا يهم سيكون الأمر يستحق كل هذا العناء عندما أجد ميف يطلق عليها العامة القلب الجامح إنها متحولة بالنسبة لك ولي تقول الشائعة إن الأسياد منحوها ثلاثة أشكال قرش هاربي و آ أو حسنا في الواقع لم يعش أحد بما يكفي لرؤية الثالث سيكون ممتعا سجل الواقع الثاني والأربعين المجند التالي يضع كاندور أخيرا منعته من الوقوف تحت المطر أو التحدث عن أظهر الكرز أو أيا كان ذلك وفقا للأسطورة المحلية فهو روح منتقمة أعطيت لعائلة الإمبراطور منذ قرون وانتقلت منذ ذلك الحين يقولون إنه سوف يحقق أي أمنية للانتقام مهما كانت مظلمة أو شنيعة لذا لنحضر مما نتمناه جميعا سجل الواقع الثاني عشر حصلت على ما قاعد في الصف الأمامي لأرى أداء هذا الرجل إنه محارب الآن يتمتع هذا الرجل بالعضلات والقوة والرغبة في القيام بذلك يا إلهي هذا مقزز لا 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 انظر إلى هؤلاء الحنق المساكين القادمين من أجله تراجعوا لن يسير هالأمر كما تتخيلون يمثل هذا الرجل تحديا مثل ما سمعتوا يا شباب بالمقاطع اللي نزلتها شركة فورتنات على صفحات رسمية بتلاحظوا من وراه هذا الشخص إنه فيه خلفية أصوات حيوانات وبيكون عم يحكي عن أفاعي وحيوانات غريبة وبيكون عم يحكي عن شخص هو عبارة عن ثلاث أشكال الشكل الأول بيكون على سمكة قرش والشكل الثاني ما عرفت شو هو والشكل الثالث ما عرفت شو هو لحيكون معنا فيه شي غريب بالنسبة لطابع الغابة معنا في فورتنات وتم تأكيد هذا التسريب يا شباب إنه سيزون 5 لحيكون فيه طابع الغابات وليحيكون فيه غابات ولحيكون فيه منطقة باسم الجنجل بالضبط يعني باسم الغابة هذا هو بالنسبة للتحديث وبالنسبة للتسريبات أنا حبيت نزل هذا المقطع عنو أعرف إنه متأخر وقالكم عنوات التحديث بالنسبة للسيزون 5 وشو له حيصير فيه هيك مبدئيا من غير التسريبات لأنهم تسريبات حالية متل ما قلت لكم بكل فيديوهات السابقة إنه ممنوعة فشكرا لكم يا شباب ولو ماحتاجين أي شي يكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله أكون حاضر بس مباشر على صفحة الفيسبوك بحكونا أعمل بس مباشر إن شاء الله لبداية السيزون 5 ونحكي عن موضوع القفا وإشرح لكم تحديات الأسبوع الأول فاخد دعم بجئاتي مشو بيموتس على زهر أمامكم وبرعاية الله موسيقى